منذ فترة طويلة كنت أسمع عن مصطلح لا الإيجابية وأحاول أن أمارسها إيش معنى لا الإيجابية؟ أنك تقول لا في الوقت المناسب ما تضغط على نفسك ما تحمل نفسك يعني لا تحمل نفسك ما لا تطيق أنا ما أستطيع هذا الشيء أستطيع أن أقول لا لكن بإيجابية إيش معنى بإيجابية؟ يعني التي لا يحصل معها نفور أو إحداث إشكال مع الطرف الآخر فتقول لا والله بابتسامة أريدك أن تقرضني أو تسلفني أو أن تعملي العمل الفلاني أو أن تزورني في الوقت الفلاني أو أن تسافر معي أو أن تدفع عني هذا الشيء أنا ما أستطيع فأقول لا أريدك أن تأتيني أو آتيك أو أزورك في الوقت المناسب اسمح لي اليوم فلا ليست بضرر أن تقول لا لكنها المحصلة والنتيجة واحدة فممكن تقول أعتذر أو ما أستطيع أو أعذرني أو في وقت آخر الشاهد أنه رد لطيف لكنك تكون حازم مع نفسك تلايق تحمل آخرين خصوصيتك أو يكلفوك ما لا تطيق ومن ذلك من تجارب الحقيقة الشخصية المفيدة قبل شوي مع الأهل تعاملوا مثلا معي نريد الشغلة الفلانية أو كذا وفلان قال لنا كذا وبيكلمك فلان فقلت لهم شغلة بسيطة وجميل الحقيقة وأنا مارستها وجدتها مفيدة قلت دائما إذا جاء أحد يبغي يكلفك بمهام أو يطلب منك موعد أو يريد أن يعطيك شغلات معينة أو يكلفك بأي أمر ليكن عندك مثل نقطة الفرز هل هذه المهمة أصلا من اختصاصاتي أو هل يستطيع أحد آخر القيام بها مثل الخادم أو يعني العاملة المنزلية مثلا أو السائق أو السكرتير أو أحد الأبناء أو أصلا هدم مهام الزوجة أو هذه أصلا ليست من مهامنا فليش أنا أحمل نفسي أنا أقوز للمهام صفى ذهنك للقيام بدورك الحقيقي فلا تقوم بأدوار غيرك وهذه إشكالية يقع فيها حيان بعض الآباء في البيت يعني هو المسؤول عن الثلاجة هو مسؤول عن التموين ومسؤول عن الصيانة هو مسؤول عن غيرها والأبناء حيان ما شاء الله كبار أو هناك سائق غير مفعل أو هناك حيان أعمال سكرتارية حتى في مفهوم القيادة الكبرى بعض المدراء الكبار أو الرؤساء التنفيذي بعض المدراء الكبار مسؤولياتهم كبرى ورواتبهم عالية ومناصبهم عالية لكن يعني يصح أن يطلق عليهم سكرتير في آي بي أو سكرتير بخمس نجوم لأن الحقيقة ما هو جالس يقوم بدور القيادة أو الإدارة العليا وإنما يقوم بأعمال تفصيلية دقيقة ويمارس فيها أدوار غيره فيتدخل في أدق التفاصيل التي هو يفترض أن يدقق أو يركز على القيادة العظمى على التطوير على الاستراتيجية كذلك على المستوى الأيسر في البيت أو في عملك أو في مدرستك أو في أي مهام تقوم بها حتى لو كانت مهام يسيرة جدا ركز دائما على الأشياء الأساسية وقبل أن تتلقى أي مهام اجعل عندك نقطة فرز هل هذه المهمة لي؟ هل هي ممكن تكلف بها أحد الأبناء أو الزوجة أو العاملة المنزلية أو العاملة المنزلي أو السكرتير أو هي من وظيفة الزميل الفلاني؟ هذا الشيء بالمناسبة ما يجعلك تتخلى عن مساعدة الآخرين أو تقديم الخدمة لهم أو السعي في قضاء أحواجهم كلا ليس هذا المقصود لكن المقصود أنك تعرف متى تقول لا ومتى تساعد فلان ومتى تقوم بمهام غيرك إن كان يحتاج إلى مساعدتك لكن في الأصل التي تجد خطة وخريطة تعمل من خلالها وأعمال ومنجزات يفترض ألا يزاحمها بعض الأعمال الخارجية فما الذي يحدث تتعطى لأعمالك ويحصل معها الخلل ويحصل معها القصوة فيكون أداءها وإنتاجها ضعيف لذلك قلنا هذا الكلام ترجمة نانسي قنقر